نستكمل مواضيع في مقرر كتاب التقارير الفنية وقد أنهينا الوحدة الأولى وهي لا علاقة بالتقارير الفنية سنأخذ اليوم موضوع أو وحدة جديدة وهي تتكلم عن تسلسل العمل الإداري أهداف هذه الوحدة أن يتعرف الطالب على نظم الإدارة وأن يتعرف الطالب على المهام الموكلة إلى بعض الوظائف مثل وظيفة المدير والمهندس والعامل يأخذ صلاحيات وأدوار كل وظيفة وظيفة المدير ووظيفة المهندس ووظيفة العامل فكل شخص عنده مهام موكلة إليه كما أيضا يتميز الطالب أهمية التنسيق من هذه الإدارات داخل المنشأة لأن داخل الشركة أو داخل المصنع أو أي منشأة لازم أن تكون عندك دراية أو معرفة بطرق التنسيق مع الإدارات المختلفة الإدارات المختلفة في إدارات وسطة وعليا وفي إدارات خبرة وفي إدارات سنجل نتكلم معي بعدين بأكثر تفاصيل أيضا أحد أهداف هذه الوحدة أنك تعرف على أهمية اتصال بالمؤسسات خارج المنشأة أنت كمهندس أو كمدير أو كعامل كيف تقدر تتواصل أو تخاطب جهة خارجية أو شركة أخرى أو مؤسسة أخرى العملية المخاطبة أو المراسلة كيف تتم عندها ضوابط وعندها طرق معينة لازم تتبعوهن لازم تمر ببعض المراحل ستعرف مستويات كيف تمر بين هذه المراسلة أو هذه الخطبات سريعا نبدو في تسلسل العملية الإدارية نبدو بقدمة سريعا كي يقوم الجهاز الإداري اللي هو طاقم الإداري في أي منشأة صناعية مقام الجهاز العصبي الجهاز العصبي هو أهم الجهاز في جسم الإنسان فهذا يشبه الجهاز العصبي بأنه هو الجهاز الإداري أو طاقم الإداري في هذه المؤسسة فكما يقوم الجهاز العصبي بتسير وتنسيق العمل الذي يقوم به جسم الإنسان شوفت الجهاز العصبي وتحكم فيه في كاملة التحكم في حركة جسم الإنسان كذلك يقوم الجهاز الإداري أو الطاقم الإداري بتوزيع العمل على الأفراد وتسيره بصورة منسقة ومن خلال النظام المرتبط بجهاز الإداري ومع تحديد السلطات والمسؤوليات على مستويات مختلفة الأفراد لأنه يتذكرناها باقي عندما يكون المدير على مستوى عالي والمهندس هذا مستوى التالي ومستوى العمال ومستوى كله يمستوى عندنا عشانو عندنا بعض المسؤوليات والسلطات كذلك المدير ما عنده سلطة مطلقة عنده مسؤوليات وعنده سلطة محدودة ممتل بحسب اللوايح لكل المؤسسة لوائح الدارية أو لوائح الداخلية لكل مؤسسة أو كل شركة أو حتى مصنعها كذلك أسلوب رابط الإلاقات لتحقيق التعاون بينهما في سبيل تحقيق أعلى مستوى أداء في المنشأة لا تكون فيه الترابط ويكون فيه إلاقات منظمة تنظمها بعض اللوايح والتشريحات كلها في سبيل تحقيق أعلى مستوى أداء تحسين الأداء يعني هذه هي هم حاجة في أي مؤسسة أو أي منشأة نبدأ أولا بمبادئ التنظيم تبدأ العملية التنظيمية في المنشأة بنهاية العملية التخطيطية والتي تبدأ بتحديد الغرب من وجود الشركة ودورها في خدمة المجتمع مثلا لذلك شركة تقوم بتصنيع أجهزة كربائية متخصصة حيث يتم تحويل هذا الغرب إلى أهداف طويلة المدى والتي يطلق عليها عادة الأهداف الاستراتيجية ثم يتم تحديد الأهداف الاستراتيجية إلى أهداف متوسطة المدى ومنها تحديد الأهداف الإجرائية التنفيذية حيث تبدأ العملية التنظيمية بتحديد الأنشطة المختلفة مثل الإنتاج والصناعة والمشتريات والمبيعات في أي منشأة صناعية وتعمل هذه الأنشطة في منظومة لتحقيق أهداف المنشأة والغرض من وجودها ولابد لهذه الأنشطة المختلفة من بناء إداري حتى تستطيع القيامة بوظائفها على خير وجه أو أكمل وجه وعلى الوجه الأمثل ذلك يجب أن تحدد الاختصاصات على سبيل المثال اختصاصات تخطيط الإنتاج والرقابة ورقابة المهزون بمسمى تخطيط ورقابة الإنتاج ثم تحدد الوظائف في كل اختصاص وكل مهام لكل وظيفة من تلك الوظائف وبعد ذلك يتم إعداد بطاقات أو وظيفة في تلك الوظائف يعني سنقولها description أو description وصف للوظيفة تبين مؤهلات شاغلي الوظيفة ودرجاتهم الإشرافية ومسئلياتهم وغيرها مما يتعلق بالوظيفة من ناحيتين من الفنية ودرية كل وظيفة مثل وظيفة مدير وظيفة رئيس قسم وظيفة رئيس مكتب وظيفة مهندس موقع مهندس مشرف مهندس إنتاج كل وظيفة أو عامل أو فني أو أي وظيفة توضع فيها job description وصف الوظيفة شنوية وظيفة شنو مهامك شنو مسئولياتك شنو واجباتك شنو حقوقك كلها مدكورة في هذه البطاقة يتم بعد ذلك عداد البناء التنظيمي للأنشطة بدأ حديث العلاقات الفقية والرأسية بين الوظائف ووضع ما يسمى بالخريطة التنظيمية للوظائف وهو الهيكلية ثم يتم اختيار العاملين فنيين كانوا أو يدريهم بعدما يتم إنشاء الهيكلية أو البناء التنظيمي يتم بالين اختيار للموظفين نجيبش موظفين بعدين تكون توزفين ولا نحط على مدير ولا نحط على مهندس ولا نحط على يسقصهم شكل عشوائي لا ضبقا للهيكلية متاعك يتم اختيار الموظفين والفنيين وجميل العاملين من أصغر عامل من أصغر موظف إلى المدير ويتم اختيارهم بشكل ملائم للوظائف وكذلك يزود البناء التنظيمي اللي هو الهيكلية بطرق العمل الإدارية والإنتاجية هذه مهمة يعني ماشي حيكلية وموظفين بس حتى نظم الإدارة نظم العمل كيف يتم العمل هل بطريقة بطريقة هرمية بطريقة موازية هنا نظم اللي حاخدوه اليوم هل يكون بشكل تراتبي هرمي ولا بشكل موازي طبعاً لما نزودوهم بطرق العمل الإدارية والإنتاجية بالمعدات والأدوات والنماذج اللازمة لها لشأنه هي الدورة المستندية للإجاءات والنماذج اللازمة لتسيير العمل كل إجراءة معين عندك لا نموذج وهذا يؤدي إلى وجود بناء تنظيمي سمو فيه هيكل تنظيمي ونحن فيه بولة هيكلية 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 لعمل هيكلية الشركة هيكلية مؤسسة فيقول هيكل تنظيمي أو بناء تنظيمي هو يعني 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 أو حتى مثلا يمكن قول سليم لنشاء يحقق لها الآتي يعني أو شيء نظام الصلاة جيد هذا النظام يمكن من خلاله انسياب المعلومات من وإلى إدارات المنشأة المختلفة اثنين تحديد السلطة والمسؤولية مما يسهل عملية التقويم والسرعة والوضوع في اتخاذ قرارات ثلاثة نظام يقوم بتجمية وتسجيل الحقائق والبيانات أول بأول أربع نظام متابعة يمكن إدارة من التحقق من سلامة تنفيذ العمليات واتباع القواهل واللوايح المتابعة داخل هذه المؤسسة تحديد السلطة والمسؤولية تجميع وتسجيل الحقائق والبيانات توجيه وتنسيق واستخدام عناصر الإنتاج تحقيق الهدف المنشور من المنشأة الصناعية هذا هو تعريف تعريف الثاني ويمكن تعريف ردارة أيضا كتعريف ثاني على أنها الحق في استخدام الإمكانيات لتحقيق غيات أني أنت كمدير عندك إمكانيات واستخدامها في توفير غيات الأهداف للمؤسسة أو غيات مؤسسة لغاية شن غاية غاية أنه يوصل إنتاج متاعها للنسبة كذا كذا مستهدف متاع هذا العام أنه يوصل إيرادات كذا كذا هذه الغيات تنفل عن طريق شن الإمكانيات المتاحة عشان عندك متاحة سيارات عمال مهندسين شعالات مشتريات مخزون كده نستخدمها وتسخر جميع هذه الإمكانيات في تحقيق الغيات والأهداف المرجوة ويمكن القول على أن الإدارة عبارة عن الأمانة والصدق والإخلاص والتوبة لله والجراء في تشغيل للأعمال والعملين هنا قصده عن نزاهة وشنفية يجب أن كنت كمسؤول عندك نزاهة وشنفية وأمانة ومصدقية في أداء العمل فما ينفعش لأن الطريقة مثلا يعني لندكش أمانة ومصدقية وهي ما يسمى بعملية الفساد الإداري وفساد يعني الفساد المسؤول يعني مسؤولي قد فاسد فغير نزيح يعني كلها حتش 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 صيح التسلسل الإداري لابد من عرض بعض النظم الإدارة المتبعة في المنشآت الصينعية حيث يختلف البناء التنظيمي أو هيكلية التنظيمية للإدارة باختلاف حجم ونوع وظروف العمل في المنشآة أو في الشركة أو في أي مصنع وكذلك حسب طرق تقسيم العمل ومشكلة نظاق الإشراف عدد المرؤسين هم عدد الموظفين عندك أنت كرئيس قصم أو كمدير اللي أنت تشرف عليهم بصفتك رئيسهم وكذلك حجم البناء نفسه يعني مؤسسة بروحك كمبنى حتواني مهم يعني في عملية تحديد النظام الإداري اللي يمشي معك وفيما يلي شخصا أو شرحا مبسطا لبعض نظم الإدارة المتبعة في أي منشآة صناعية أول نظام هو نظام الخطي نظام الخطي سنقوم بالشكل الثالي يبارع المدير وصاحب المشروع أو صاحب المشروع هو الفوق هو في التوب أو هو في الأعلى مستوى هو الرئيس الأعلى بعدين يجي المدير عام المصنع هو الرئيس المباشر في العادة والإدارة الوسطى هذه الإدارة حتى تعامل بشارة مع رؤساء الأخسام والملاحظين ورؤساء المكاتب اللي حيتعاملوا بعيدا مع المرؤوسين لهم حتى مجموعة من الأعمال والموظفين وغيرهم من المهام في هذه المؤسسة الصناعية ذلك يقوم على رأس هذا النظام في الإدارة صاحب المنشأة أو من يفوض عنه في حالة القطاع الخاص أو المدير مسؤول ويكون هو الشخص على قمة النظام في اتخاذ القارات وتتكز في يده كل السلطات العلية وهو نظام يصلح الاصطناعات الصغيرة والبسيطة كما بالشكل يعني أنا يمشي في المصانع الصغيرة والشركات الصغيرة والورش الصغيرة يعني في المشاريع الخاصة الصغيرة تحط مدير واحد وبعض الرساء وحدات وبعض كاتب يكون هذا نظام النجاح ويكون الرئيس ومدير هو عنده أغلب السلطات العلية شو مميزاتها؟ مزايا هذا النظام وضوح حدود المسؤولية والسلطة خاصة في المدير يأن الموضوع بسيط والشغل الشوية وكل واحد عارف شن شغله وعارف شن مسؤوليته وسهولة عملية التحكم وتطبيق نظام الحزم وكذلك سرعة اتخاذ القرارات يعني بسهولة العملية التحكم جيدة من حجم المنشأة وحجم العملية والمبنى وكلها ومدير واحد فتطبيق النظام الحزم بسرعة القرارات سهل إن المدير معندش تشعوبات اللي حنتكلم عين بعدين في الأنظمة الكبيرة النظمة الإدارة ومستسات كبيرة لكن هذا في عيوب عيوب أو شيء تركيز السلطة كلها في يد شخص واحد يمكن هذا الشخص يستغل السلطة بشكل سيء أو يكونش عنده مهارة في دارة المؤسسة أو عنده جدية أو عنده أمانة عنده شفية عنده فساد عنده أمرك فإذا كانوا خرب المدير أو المسؤول أنت شركة تخب شركة كلها إذا كان صالح حاله صالح حال جميل المؤسسة عدم ورونة النظام إذا كان مهارة ما فيش مرونة يعني كل شيء واضح وكل شيء محدد ما فيش مرونة أو ما بين الإدارات وما بين المستويات مستويات الرئاسية ثلاثة صعوبة توافر المؤهلات السفنية مهارة ما تبقى رشن يعيب واجد الأكسينت هو مهارات تخدم في الخاص وفي العام وفي المنشآت الصغيرة وكبيرة نظام الإدارة التخصصي هو تايلور هذا النظام كما نبين بالشكل التالي هذا النظام يقوم بشكل رده هذا هو شكل نظام تالي عبارة عن مستوى واحد هو فيه مدير العام مستوى اثنين هو فيه مدير المصنع ومستوى ثلاثة فيه الملاحظين ومستوى الخسام أو رسال مكاتب أو رسال وحداث ومستوى الأربع هو أقل مستوى فيه الهرم وهو شون وهو مستوى العمال والموظفين والعملين هذا النظام يقوم على إطاءة أهمية وأولوية للتخصص والخبرة معا يعني هنا يمركز على الخبرة والتخصص يعني فنيا أنت فنيا أهم من من أمور الإدارة وغيرها ومن هذا المنطق يتولى المتخصصون وأهل الخبرة لما كانت قيادية وإشرافية يملك هنا المدراء والمدراء العمون والمدراء الإدارات يخذون الناس فنيين تقام مهندس كاربا ومدير شركة كاربا مهندس مثلا نفط كل واحد الخاصصة وأماكن اتخاذ قرار بينما تترك الأعمال الأخرى لغير المتخصصين ويمكن قول أن التخصص والخبرة أنا هنا التخصص والخبرة هما المعيارين الأساسيين في هذا النظام يعني أنت مكفر للنظام اللي فات لما خطني مش ظهور يكون للقيادي والمدير هو لا علاقة بالعمل ممكن يكون شخص آخر يصحب العمل أو معرفة فحطوه مدير لكن في الرضاة بتاعي نرى الرضاة تخصصي نسمه تخصصي التخصص هو يلعب دور والخبرة هي النهائية الأساس عندك خبرة عندك تخصص يحطوك مدير من الشركات مميزاتها أنها استفادة من الخبرة والتخصص على مستويات القيادة إمكانية فصل الأعمال الدهنية عن العملية يعني الأمور الإدارية والأمور يمكن نفصلهم يعني إمكانية اتخاذ قرارات سليمة لتوفر أسلوب الإدارة الاستشاري أيها لأمور صعوبة التحديد المسؤولية هنا في مستويات واجد مستويات الأول 2 3 و 3 و 4 فمستويات ثانية ممكن كثرة المستويات تسبب في ضياع أو تحديد من مسؤول عن هذه الأعمال وهذه الإجراءات دنين تجريد الأعمال من فرص التفكير والتكريس لأليط العمل فقط العمال هنا لا يوجد فرص أنهم يفكروا يبدعوا حتى يطوروا من أنفسهم هذه ليست توابة للأسف ليست كشيء في المنهج التي تتبعوه هذه ممكن يكون حسب الإدارة بروحها هذه إدارة نجحة على فشنا ممكن تشجع الأعمال وتسجع ومتقدر تعطيهم مكافآت وعلاوات وحتى ترقيات يترقى من عامل إلى رئيس فرقة من رئيس فرقة إلى رئيس مكتب رئيس مكتب رئيس قسم بعد مدير مصنع موضوع ممكن يكون في أحد أقسام قسم الخبرة الإدارية قسم خبرة التخطيق قسم خبرة التجهيز الإنتاج ممكن يكون محاسب قانوني يكون في التسويق حسب التخصص ممكن يرجع فيه ويتطور وتدرج فيه النظام الأخير هو نظام الخطلي مع نظام ويكون مزدعز أو مزدعز أو وحد بمعنى أن النظامين الخطي وخبرة نظام الثالث نظام جيم وما هو إلا إبارة عن دمج وخط الخطي مع الخبرة التايلور يكون هذا نظام على استفادة من تحديد السلطة وتحديد مهامها وكذلك تحديد المستويات والمهام المطلوبة لكل عمل لإضافة إلى وجود قنوات اتصال ما بين المسؤولين في أماكن العمل وتبادل المعلومات فيما بينهما فيما بينهم وبالتالي هو نظام هذا هو خلاصا هذا النظام هو يجمع بين نظام الخطي ونظام نظام الخبرة وهو يعتبر أكثر نظام إدارية استخداما هذا هو أكثر شيوعا وأكثر استخداما في جميع المؤسسات الصناعية والمصانع والشركات لما له من المميزات أهمها جمعه ما بين مزايا نظامين الخطي والتخصصين جماعا ما بين مزايا نظام الخطي الأول والنظام التخصصي الثاني جماعا كله حطا في مزايا واحدة فأصبح أقوى من نظام أول والثاني والميزة الثانية إمكانية تطبيقه في حالة تنفيذ المنشأة لعديد من مشروعها تكون مؤسسة كبيرة وعندها عدة مشاريع وعدة إدارات وعدة أقسام وعدة فروع فأتكدي راعك هذا النظام الثالث هو الذي يمشي معنا أكثر ليس كبير نظام الخطي يمشي في مؤسسات صغيرة والخاصة التي تكون مدير واحد وهيكلية بسيطة لأن العملية تشعب وتعقد فنلجأ إلى نظام الخطي مع الخبرى وهو نظام جيم لعملية إدارة هذه المؤسسات الضخمة عيوبها ضاهظة التكاليف وأيضا النفور متوقع من بين الخط الإدارة وخط الخبرى لاختلاف النهج طبعا التكاليف ليش أنت سيزيد عندك المدارات سيزيد عندك المزايا والمرتبات والسيارات والمكاتب والمصرفات وغيرها من الأمور اللي حتى تكون تكاليف زيدا تكاليف بلاهظة وأيضا سيكون هناك نفور وسماء نفور أو حتى نقول لهم مشاحنات أو أحيانا كر وفر أو جدب وكذا سيصير مور اشتبكات ومشتبكات مواجهات ما بين الإدارة الفنية والإدارة الفكرية ما بين خط الخبر لهم الناس خبراء والفنيين والاقتصدين والمهندسين دي ما يصدموا بالمدارة الإداريين اللي ما عندهم مش خلفية فنية أو خبراء بالمجال العمع ممكن أن نخبر تصويق حتى في مجال كرباء والنفط حيقا سعوبة في تعامل مهندسي النفط أو مهندسي كرباء هذا الشكل يبين مخطط لنظام جيم وهو النظام يجمع ما بين نظام الخطي والنظام التخصصي وهنا سيكون في خمس مستويات عندك مستوى الأول الثاني الثالث والرابع والخامس هذه المستويات كما يبين بهذا الشكل تبدأ بمستوى الأول هو المدير العام أو مدير الأعلى اللي حيكون هو أعلى الهرم ويجري في المستوى الثاني اللي هو الأقل منه سلطات وأقل منه مستوى ويسمى الرئيس مستوى الثاني أو حيلا يسمى إدارة البسطة حيكون مدير مصنع فيه مدير عام مصنع وفيه مدير مصنع طوماً في مدير erer كارباؤ مثلاًنا نقول مدير إدارة السحر غازي مدير مصنع مدير عام التوزيع مدير العام التوزيع مربوط بمدير الوفيدي مرض بجميع ية أمادية مرضة بوزيرة الكلاباء ووزيرة الوفيدي مرضت مرضية مرضية ورئيس الوزارات وخفเร Pepe فالمستويات ستكون من الرئيس مباشر الرئيس العام ولكن داخل منشأ داخل مؤسسة كما في هذا الشكل أعلى سلطة أو أعلى هرم أو أعلى قيادة هي قيادة المدير العام بعدين مدير المصنع اللي بعد الثاني حيتعامل مع مجموعة من الإدارات ومجموعة من المهام تعتبر أعمال فكرية ومكتبية أو ذهنية يخون بها الفكر ومستوى الثالث مثلا حساب الوقت والتكاليف وطريقة كيفية التشغيل وأوامر التشغيل ومراقبة النظام والمتابعة وكل أي مهام هذه مهام اللي تعتبر مهام التفكير وذهن وعقل وأمور مكتبية معيش وأمور ميدانية ستكون في مستوى الثالث المستوى الرابع هو الأعمال الرئيسية الأعمال الفنية أو الأعمال للإستيانة وعمال التشغيل وعمال الإنتاج كلنا سيكون هنا فعندك مكتب الملاحظ أو تفتيش وحدة التفتيش وحدة استيانة ووحدة التشغيل أو قسم التشغيل قسم التشغيل وتجهيز العمل كل هذين سيكون هنا مهام ووجبات لإلقاء بيش بالأمور الفنية الرئيسية بعدين سيكون عندك مجموعة الأعمال سيكون كل عامل ويتبع كل واحدة دقائات في عين كمثلا عامل سينا سيكون مهام وحدة استيانة عامل تشغيل سيكون قسم أو وحدة التشغيل عامل تفتيش الرقابة سيكون وحدة الرقابة وهكذا أبدا نكون عامل أو موظف أو عميل غصدي فني ومهندس وغير ثانيا نخضو مهام الموكلة إلى كل وظيفة هي المدير والمهندس والعامل يمكن تصور الخريطة التنظيمية وهي هي هيكلية تنظيمية أو هيكلة تنظيمية بمناصبها المختلفة ولكن لا يمكن أن توضح بالتفصيل اقتصاد كل منصب كما أنها لا توضح مختلف العلاقات بين المناصب والوظائف لذلك كان كتابة وصف وظيفي لكل منصب أو أمر ومسألة ضرورية في كل المنشآت يعني هنا قال لك الهيكلية بروحها ما توصفش مهام كل الموظف وكيف تكون علاقتها بين المناصب وكيف تكون المدير إدارة بالمدير العام ومدير العام بالريس قسم كلا يقوم بتنظيمها عن طريق حاجة أسمع عشان وصف وظيفي هو 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 الذي يكتب فيه جميع جميع الوظائف والمساج الضرورية لكل الوظيفة أي أن توصيف الوظائف والمناصب ضروري في منشآت الكبرى لأنها تحقق الهداف التالية يعني لازم توضح كل وظيفة بتوصيف وظيفي هي يقولها مهامها تعريفها علاقاتها بالمدير علاقاتها مباشرة علاقاتها مكذا فأي مستوى من المستويات الإدارة سيتم ذكرا للتوصيف كتابة المسؤوليات والسلطات الرئيسية للمناصب يجعل نشاط الشركة كلها أكثر وضوحا وبالتالي فإن احتمالات التعارض والاحتكاك تقل بين مختلف العاملين إن توصيف الوظائف يسهل على شغلية المناصب معرفة أدوارهم وحدود من سلطاتهم كما يسهل تأديتهم المهام وظيفتهم إن توصيف الوظائف يعتبر من الأدوات المهمة في تقويم أداء شغلي الوظيفة يعتبر تحديد المهام قطوة ضرورية لتحديد مواصفات شغلي الوظيفة إن وصف الوظائف أو تحديد المهام بما يحويه من بيانات يعتبر بمثابة مؤشر يتم على أساس تحديد الأجر وتحديد بدلات العمل وغيرها من البدلات يعني بدل سكن بدل أجار بدل جعب كل لدينا بدل مثلا هي بدل ناقل وسيط مصنعات كل بدل يعطوا فيهم في ضمن هذه التوصيف يعني بشكل مختصر إن كتابة المسؤوليات والسرطات والصلاحيات منوط بها كل منصف وكل وظيفة يخليك أكتر وضوح ويمنع قصة التعارضات والاهتكاكات والتضاربات ما بين المناصق وأيضا هذا التوصيف يسهل ما أعرف دور كل وشخص وحدود سلطاته وأيضا كيف يقدر أدي مهام مطلوبة مننا وأيضا أعتبر من أدواتهم هما في إدارة الشغلية وظيفة والتحديد المهام يعني وأيضا يحوي يعني بيانات أخرى مثل علوات ومكافآت وحقوق والواجبات خلال أهم ثلاث عملاء أو ثلاث وظائف فيه وظيفة المدير وعندنا وظيفة المهندس وأيضا وظيفة العامل كل هذه المهام إن شاء الله سناخذوهم المحاضرة الجاية بالإضافة إلى أن نحن ناخذ ثالثا هي كيفية التنسيق مع الإدارات الأخرى داخل المنشأة هي مثلا كيف يتم تعرف على دائرة الإنتاج ودائرة المالية ودائرة الإجدارية كيف تتعامل أو المنظف كيف تتعامل معه ويكون عن طريق المقابلات واجتماعات ومثبارات ورجال وغيرها من نظم لدائرة الداخلية والمخاطبة العامة ونكرموا حتى على وسائل الاتصال المكتوبة لهم الرسائل يطلق عليهم بعض الاتصالات اللفظية ويقصد بها كلمات المكتوبة التي تنقى بين الإدارات والدواء المختلفة وبالتالي يتم التنسيق بين الدواء المختلفة في المنشأ هذه يسمى الرسائل الرسمية أو الخطبات الرسمية بعد ما نأخذ داخل المؤسسة نأخذ اتصالات خارج المؤسسة كيف تتصل بمؤسسات تتبع خارج مؤسسة أو لا تتبع المؤسسة أو منشأ أنت قاعد فيها يعني إذا كانت قاعد شركة كرباو تتبع شركة مثلا شركة بريقر أو شركة الخليج أو مثلا مستشفى خارج فأي جهة خارجية تتبع بعض اللوايح وبعض جراءات سنتكلم عليها إن شاء الله في المحاضرة الجاية التي سنختم بها بمجموعة من التمرين أو الأسلة أسلة الباب الثالث اللي حتقادي إن شاء الله إبارة عنه مورك مطوب منكم تسليم يوم الامتحان وهذا أو تسلم يعني خلال محاضرة الحضورية اللي حنكون نقعد فيها تلقاعة يتم إجابة هذه الهمركات وتجد عليها أسماك ومرقامكم لأنها حتكون عليها أعمال لهذا المقرع بإضافة إلى امتحان جزئي بإضافة إلى التقرير اللي حتسمه في نهاية الفصل كل ذا عليهم درجات وعليهم تقييمات يتم جمعها بعدين علمية إن شاء الله نصل الآن لنهاية هذه المحاضرة شكرا لحسن انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة